سيكبه يا سي وكتاريوا سيكبه يا وكتاريوا هاي اهلا وسعلا فيكم اليوم من برممينا درب العتون نحن نحن على برمينا السقي الغابة وأكيد نهاردة سيكون كتير حلو اليوم التأس حلو من نسبنا الجروب كتير حلو سنتعرف على المنطقة سنتعرف على درب الأتون ومثل ما شايفين وراي قطيع معزم هذه المزرعة الموجودة هنا داً هذا المزرعة المقابل هذا معزمج المشارد الطبيعة من هذا المطلوب حجر الصوان هو الشرقية وعندنا حجر الرمل وهو عادي وفي عنا حجر الكلس منعمر لأتون ماعمل الكلس من الحجر الصوان بطريقة يكون شكله فيه فتحة من فوق ومن تحت فيه قدح حتى يشرق الهوى ويفوت بقلب الفتحة ويطلع النار نعمل طبقة فوق منه بشكل أنطرة من حجر الكلس ومنكون قبله فترة هيدا حجر الكلس اللي هو لامستون تيكنيكلي اس لامستون فمنعمل فوق منه الطبقة من حجر الكلس ومنكون قبل فترة من فترة كل هالصجر الشي فينه مشحلينه وحطين هون وقدي لفترة خمسة عشر يوم نقود هيدا الاتون بس نحط الكلس منه حجر الكلس ومندلنا نولع فيه لفترة خمسة عشر يوم حتى حد هيدا الحجر الكلس يعمل اكسيدنت ويصير افتفت ويصير ماتيريال يصير يستعملوا لشكله يصير شكله يظهر منه يصير اكسيدنت شو شميته؟ حريق حريق هؤلاء الصوان بس لا يحقون على بعضهم بيطلع الدخن بيطلع نار نحن بدرب الاتون ببرمينة ماشيين بقلب الطبيعة نحن بدرب الاتون من جاب نصوركم الاتون لتعرفوا على المنطقة اكتر نحن بدرب الاتون موسيقى 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 نحن نرى الصابية عمرها 18 سنة عم تتسلق لحالة زعفولة برافو ميرا نحن نحن نرى في قلب الأدغال نحن نرى كيف نحن نذهب نحن نذهب نحن نرى مع الشبيبين اللي معنا مرهبا أهم شي بالهايكينج أننا تعرفنا على وجهة طائبة وتعرفنا على المناطي الحلوى بسطنا كانت تغير نجاح أهم شي بالهايكينج أننا عم تجمعنا عم نجي من كل المناطي يعني عم تخلي أن هذه الطبيعة تجمعنا بالنهاية وهو شي كثير حلو خلانا نتحرك بطلق جو الدنبل يعني من القصص الحلوى اللي بتصير معنا بالهايكيك الشبيب بتعرف على بعضه كل واحد من المنطر كما بتعرف على الطبيعة كل مرة بتعرف على ضيعة على مزرعة على وادي على جبل كمانا بتعرف على أشخاص جديد بيحبوا الهايكيك معنا لغاية اشتركوا في القناة اللغة أنتشار نفتول شكرا